قال ابن قيم رحمه الله قد خلق الله سبحانه وتعالى النفس شبيهة بالرحة الدائرة الرحة الدائرة هي الطاحونة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه فإن وضع فيها حب يعني القمح طحنته وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يضع في الرحة فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه تبين له حقيقة طحينه